السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية طيبة لجميع المتتبعين داخل أرض وطن وخارجه فيديو اليوم بنتكلم فيه على طاليس وذلك المشكيل اللي كان وقع فيه في ذلك العرض الكوميدي دياله أمام مدرب منتخب مغربي ومسؤولين في البلاد فكان فيه غير موفق للغاية ونظرا لأنه ليس شيحويج اللي كتخدش المستمع أو المتلقي واللي احنا كشعب شاء من شاء أو كاريه من كاريه فكيبقى شعب محافظ مسلم هنا كنشوفو الكوميديا ولكن السؤال اللي غنفتحوه واش احنا عدنا الكوميديا في المغرب راحتم الحياة فيها الكوميديا وفيها الدراما فطبعة دقينا لكن واش كينا الكوميديا عندنا في المغرب هعنا كنقولها من البيب الاكاديمي واش عندنا بالصح خريجين ديال المدارس كوميديا وشنا هي الكوميديا؟ الكوميديا هو أحد الفن ساخر من باطق من الواقع ولكن كيتحط في أحد القالب هزلي كوميدي كيضحك الجميع ومن خلال النقد دياله أيضا فهي يرى علاج لعدة مشاكل وليس بتهكم فالكوميديا ما اللي كان قولها وهي أنواع من الكوميديا السوداء اللي هي أعماق الدراما اللي كانت ضحكك وتبكيك في نفس الوقت ما اللي كانت تأمل فيها وهذا كان خارج الكوميديا دي من الفطاحة ديالها والأساطير ديالها شارلي شابلان هذا كان ما هكي هدرش ولكن عبر الإحاءات الجسدية والحركة الجسدية وكوميديا المواقف خلال العالم كله كيدحك عبر أجيال إلى يومنا هذا كين كوميديين أخرين حتى هم ديال المواقف يعني كانوا تهما جوا فدفد باب 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 بحال السلسلة ديال مستربين اللي زياد حكة العالم وبالإحاء وبالحركات يعني وبالمواقف وأغلبية المواقف وكان الناس كيدحكوا لكن احنا عدناك كوميديا كان بنقوله الكلام مرتجيل كذا ولكن مش كوميديا وما عدناش دراسة دي الكوميديا وهذا شي كيتجيلا في المسلسلات ديالنا ولا في العروض اللي كان شوهم فهم كتعرضوا في رمضان وكتصرف عليهم الملايين بل الملاير دي السنتيمات ولكن شي حاجة ليحشومة واش كوميديا هي تعوج فمك واش كوميديا هي دراسة دراسة صغار واش الكوميديا اللي كتو يضحك واش المغاربك يديره كاك في المعيشة ديالهم يعني أخصك تعرفها القضية كوميديا هي مباطقة من الواقع كما قلنا وكما ذكرنا شارل شابلين ولا السلسلة ديال مستربين ولا كده فهذا دراسة ما كانوا واش كيعوجوا له كده لا هذورة كي حاكيوا الواقع وكيضحكون من خلال المواقف ولكن هذو اللي كنشوفوه تلك الكراكيز محسن منهم يعني الله ما نشوف كراكيز ولا نشوفوا احد قدوا كداش شيء بالرأس دياله وكيعوجهم هذه المصطلحات ويبقى كل عام وهذا وكعتبرنا في صورة هو أحد النجم والعصطار ورفعها وقعها وضحكها على رأسه وخالي حاجة على رأسه ولكننا نحن نأكله العصا لم يكن نرى ذلك شيء الرجع للطاليس والمجموعة التي تكون بحل الطاليس فرغم الشيء أنك إذا كانوا أحد ضحك مثلا يتحدثون أن أسمع أصحابهم في القهوة وكذا يقولونها مع فضياتهم ولكن الضحك هذا رغم غير صالح أنك تقولونها عبر الشاشة البتة كما ده الأخ طاليس كل مرة كان على النقل كنت سنحملها هالهضرة هادي هذا عيب هذا عيب لأنك الأب يشوف مثلا وكينال الأم وكينال الأخت وكينال الأخ وكتقولها للمسألة خاديشة يعني بحلقة أنت ماشي كتدير عرض وكتراعي في هذه الأمور لا أنك بحلقة تدير مع أصحابك في القهوة وش هدي الكوميديا؟ هلا كانت هدي كوميديا هادرا هذا على المثال ما نشوف مثلا نحن المسرحيات مثلا الهزلية المصرية مثلا للسورية ولللبنانية ولغيرها هلا كانت تفرجوا وش يكون بحل النيفو هذا لا نساش بأن الجمهور المغربية بك يحقروا هاد أدخوتنا في الله وكيرانسوا أن الجمهور المغربية رأى أخطر جمهور لأنها تربع للسينما العالمية وملي كنقولوا السينما العالمية رأى ما كنقولوش سينما العالمية يعني أمريكية ولا لا رخالي دير سينما كان كيدوز في دور العرض سينما العالمية وكأننا كنشوفوا أفلام الأمريكية والأفلام الإيطالية والأفلام الفرنسية والأفلام الصينية والكورية واليابانية زائد العربية بالطبع والهندية إذن كينو أحد الخاليط كتعرف التركيبة ديل هاد الأفلام وديل هاد المناهيج وديل كله كوميديا ديل البلد ديلها يعني متشرب فملي كيجي شي كاركوزا كيبغي يدير شي حاجة دينا نحن كيبين الكضعيف ودول المستوى لحد الساعة ما يعدناش فنانة اللي قدروا يخرجوا الطابع المغريبي الكوميدي أو الدرامي ما كينش علش ما كينش كينين محاولات ديل التقليد الآخر سواء هدوك اللي كيعتبروا روصوا متقافين ولا ديكسيف السينما ديلهم فلسفية وكذا كيحاول يقلدوا فرنسيين ولا غيره وكذا فملي كيجي لعمل كيجي مشوه لأنهم كيحاولوا إرضاء الغرب باش ياخذوا جوائيز ولا كذا على ظهر الجمهور المغريبي إذن كيدوك شي مشوه فالكوميديا مشي هي هادي كيما قلنا الكوميديا الأكاديمية رأفها شروط وضوابط ماذا هم هات الشروط أول حاجة ما تضحكش على العرق يعني على اللون على الشكل دي الإنسان على الوضع دياله الصحي أو دوي الاحتياجات الخاصة أو اللون كيما قلنا أو العرق هذا أو الدين أيضا هنا كنتدخل في حد مضمار مشي هو هداك وهذا ماشي هي الكوميديا الكوميديا هي كنتحكوها مع جميع يعني كنتحكو على الموقف أو كنتحكو على الواقع على اللي وقعت وكنتحكو جميعها بواحد طريقة يعني كتكون في غاية الذكاء لأن أي كوميديا وهذه عبر يعني يعني ألقاهها بأحق كي يكون بعدها جاد في شخصيته الواقعية كي يكون شخصية جادة وكي يكون ذكي يعني كباش تضحك الناس رأي ما كاش عندك الذكاء رأي ما عندك تحاجة وبالفعل رأي ما نرى مثلا ممتلين كانوا يديروا الكوميديا ولكن رأي ما كانوا جادين كما قلت لك شعر لشاب لانا كان جاد ما يتحكش في حياته الشخصية عادي الإيمان كذلك مثلا رأي ما قلت لك يقربوا ويقربوا تجيهته بشخصية دياله الكريز ما اللي عنده فرأي ما تكون كاراكوز يعني وبغيت معاركة ما كوميديا لا رأي ما تضحك في رأسك وكتضحك لكل الناس إذن حتي جاءوا القياموا أن دارت تلفازها أو كذا ما كيش صفايا ما كيش الأكاديميا ما كيش لا داعي لذكرها هي اللي كتخليها ديالناس ما قاريش الكوميديا ما عنده لما عنده دوله وداخل وتوكي دير عرض ودي ما كي يعني كي كيزبالي وكي ما كنقوله بحل واحد الموضوع دياله واحد الكاراكوزة فيما ينظر كي بيش بتسيكوريتي بضحك فيهم الناس ونسألنا ذو كي تسيكوريتي رموا اللي حاضين وتسمى ذلك خشابة واللي في اسميتو وهذا وهذا وما كي رأيش مثلا ذاك السيكوريتي مثلا كي كون تفرشوها مع الأسرة دياله ومع مع ولداته وكي قلل من قيمته قدامهم هادي الكوميديا كوميديا بحلقة تجرح الناس او تجرح الحياة العام هادي مشي كوميديا هادا كي تسمى تفليا ناس صدقت لهم داروا الفلوس نازل اليوتيوب شفناهم كي نجح في اليوتيوب كي ولي كي بانلك في شاشات تتع تلفازة مع أن اليوتيوب رابو عشاء هذا مجهود خاص فلا يجوز أنك تبين في المسلسلات وتبين كذا لأن تمتين تورها فن وعلم رأي فن وعلم رأي فن وعلم رأي شاجه وقال لي يا حمم شاربك ويقول لي مراني حداد كنت تضحكوا على روزكم وصافي وديم ما كنت نشوف الحموضية وكل عام الحموضية وتواحد ما كي يقول لكم ديم يعني طالقوا كيس عبر صورة ناجح فاش ناجح؟ رأي ما ناجح فوالو فملي كتمس الحياة العام ديال المغاربة بها الطريقة هادي لا أسمح لي هاديرا مشي كوميديا هادي هاديرا الزندقة وقلت الحياة وكون كنت في واحد وقت كنت تعاقبت عليها فأكثر في بعض الفيديو والأي فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله